اهلا بكم في حصة مغاربية تحركات مكثفة تشهدها ليبيا في محاولة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري حيث أكد المجلس الرئاسي عزمه تطبيق خارطة طريق ومخرجات بارلين بما يضمن سيادة بلاده واستقرارها وتوحيد مؤسساتها وأيضا ضمان حيادها السياسي أما منبعوث الأمريكية الخاص إلى ليبيا فقد دع الأطراف السياسية الليبية إلى النظر في أن يكون جزءا من حل يكسر الجمود السياسي في ليبيا من جانبها أكدت بريطانيا أن نجاح الانتخابات يحتاج لإجماع سياسي على القضايا الرئيسية وإنجاز كافة القوانين هذا وقد التقى المبعوث الأمامي بممثلية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مدينة بنغازي حيث استمع إلى مخاوفهم بشأن الانسداد السياسي وتقييمهم للتحديات حراك دولي تشهد ليبيا في مسعى لتحقيق التقارب بين الأطراف الليبية وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية رئيس المجلس الرياسي محمد لمنيفي أكد العزم على تطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي وتوحيد مؤسستها السياسية والاقتصادية وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيها وعرب المنيفي عند أهمي الكامل والمستمر للمبعوث الأممية عبدالله باتيلي مشيرا إلى استمرار التنصيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة وتحقيق المصالحة بدوره دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا الأطراف السياسية إلى الاستماع إلى ملاحظات باتيلي والنظر في كيفية أن يكون جزءا من حل يكسر الجمود السياسية كما أن سفيرة البريطانية لدى ليبيا شددت على أن نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية بالإضافة إلى إنجاز كافة القوانين المبادرة التي طرحها المبعوث الأممي تتضمن تشكيل لجنة توجهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات والقادة القبليين والنساء والشباب وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخارطة طريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023 نرحب بضيفنا من تونس الأستاذ محمد شبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية ليبيا أهلا بك أستاذ شبار على شاشة الغد بداية تعلم جيدا أن هناك تحركات كثيفة للدفع بعجلة الانتخابات هل من الممكن إجراء هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في هذا العام فعلا؟ بداية انتحية طيبة ليك ولكل السادة المشاهدين ذكرنا في السابق على قناتكم بأن هناك جدية واضحة من المجتمع الدولي على رأس الإدارة الأمريكية في مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا هذه الجدية بدأت واضحة بشكل كبير من خلال الطرح أو طرح المقترح الذي قدمه سيد بتيلي أمام مجلس الأمن والذي قدم عليه السيد بتيلي بعض الملاحظات في المؤتمر الصحفي الأخير هذا المقترح يتعلق بمثلة وجود قاعدة دستورية وقوانين انتخابية من خلال تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كل فئات الشعب الليبي بالإضافة إلى حلحلة بعض الخضايا الأساسية التي تتعلق بمثلة تهيئة الأجواء الأمنية لخوض الانتخابات وأيضا وجود إدارة محايدة للحفاظ على عوائد النفط وأيضا للإشراف على هذه الانتخابات إذن هذا هو مختصر لهذا المقترح والذي الحقيقة الآن هناك دعم محلي ودولي كبير جدا على رأس مجموعة ثلاثة زاعدة اثنين المجلس الرئاسي أكد العزم على التطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن فما الأوراق التي يملكها ويمتلكها المجلس لضمان تحقيق ذلك على الأرض هناك تناغم كبير بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجلس الرئاسي بادر في السابق لجمع مجلسين نواب والدولة في مدينة تغدامس ولكن كما يعلم الجميع هذين المجلسين كانوا سببا في عرقلة الانتخابات الماضية والتي تم تأجيلها والتي الحقيقة سببت خيبة أمل كبيرة للليبيين المجلس الرئاسي اليوم أشار إليه السيد باتيلي بأنه سيكون الشريك الرئيسي لمسألة تنفيذ هذا المقترح وبالتالي أعتقد أن المجلس الرئاسي ورغم ضعفه يشكل ربما الجهة المحايدة التي يمكن من خلالها بعثة الأمم المتحدة أن يكون شريك رئيسي لمسألة تنفيذ مقترح الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة والذي الحقيقة هو يعبر عن رؤية المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا اليوم الليبيين هذا المقترح يتناغم الحقيقة مع مطالب الشعب الليبي خصوصا في مسألة إسقاط كل الأجسام السياسية الحالية التي سببت هذا الحجم من المعنى لكن ما هو الدور الذي سيلعبه المجلس الرئاسي؟ المستوى الأمني والاقتصادي يعني في الفترة الماضية لم يكن له دور فعال على المشهد يعني ما كنا نسمع به حكومة الدبيب المجلس النوا والمجلس الأعلى للدولة لكن مجلس الرئاسي كأنه لم يكن لديه ذلك التأثير المطلوب المجلس الرئاسي حاول الحقيقة في الماضي لمسألة جمع مجلسي النوا والدولة ولكن أخفق في ذلك خصوصا في الاجتماع الذي دعا له في مدينة أقدامس من أجل تجاوز كل النقاط الخلافية المتعلقة بالقاعدة الدستورية نعلم جيدا بأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لازالت إلى حد هذا اليوم محل الخلاف لم تحل إلى حد هذه اللحظة حتى فيما يتعلق بالتعديل الدستوري للثالث عشر لم يتم التطرق أو حل المعضلة الأساسية التي اختلف عليها مجلسي النوا والدولة منذ أكثر من سنة وبالتالي أعتقد أن اللجنة الرفيعة للمستوى هي المعنية بمسألة تجاوز كل هذه الخلافات من أجل صياغة قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تفضي إلى الانتخابات وهناك براح زمني الآن وضعه السيد باتيني لمسألة صياغة قاعدة دستورية وقوانين انتخابية غايته المنتصف من شهر يونيون القادم وأعتقد أيضا أن مسألة الإدارة الموحدة تكفل بها قرار مجلس الأمن الدولي 26-56 الذي ينص فقرته الرابعة على تشكيل قيادة جديدة مهمتها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وأيضا مسألة الحفاظ على عوائد النفط والتمهيد والإشراف على هذه الانتخابات اليوم الضرورة الملحة هو مسألة وجود قيادة موحدة قيادة قوية مدعوما من المجتمع الدولي من أجل فرض حالة الأمن حتى بالفعل يستطيع الليبيون الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة يعبرون عن إرادتهم ويختارون من يمثلهم عبر صندوق الاقتراع وفقا لقاعدة دستورية وقوانين انتخابية يتفق عليها الجميع نعم نعم رحب معي أستاذ شبار بالأستاذ جبريل العبيدي الأكاديمي والمحلل السياسي انضم إلينا من منغازي أهلا بك سيد جبريل وأتوجه إليك بسؤال مباشرة محضوظ إجراء الانتخابات هذا العام كما ينوي باتيلي مساء الخير لك أهلا بسرعي وللساعد المشاهدين أنا لم أستمع لبداية الحلقة لأنه لم يكن هناك اتصال فلم أستمع لما قيل لم يفوتك الكثير عموما في اعتقادي في اعتقادي أن فرص الانتخاب قد تكون أكثر من سابقاتها ولكن هذا يبقى رهين إلى مدى جدية المجتمع الدولي حقيقة لأننا نحن تعرضنا إلى انتكاسات كثيرة وخيبات أمل متعددة ومتكررة فبالتالي لا نريد أن نفرط في التفاؤل حتى لا نقع في المحظور لأننا كنا على شفاء من انعقاد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي ثم حدث ما حدث وانتهى الأمر إلى الفشل في انعقادك كالانتخابات فبالتالي لا نريد أن نفرط في هذا ولكن ما نراه الآن من تحركات للسيد بتيلي وضغط من المجتمع الدولي باتجاه جبار بين قوسين لمجلس النواب ومجلس الدولة على الاتفاق خاصة كانت لغة الصراحة واضحة سواء في إحاطة سيد بتيلي الأولى وإن كان أعطيت للمجلسين فرصة في الخطاب الثاني الذي تحدث فيه بتيلي في طرابلس كان مختلفا عن ما تحدث عليه في نيويورك عندما تجاوز المجلسين وذهب إلى تشكيل لجنة التسعين ثم رجع في خطابه في طرابلس إلى الحديث عن 6 زائد 6 وإعطاء فرصة للمجلسين للتوافق في اعتقادي هذا تفسيره بأن هناك استخدام لأسلوب العصة والجزرة للمجلسين لإجبارهما على التخلي عن لغة تبادل أدوار الرفض خاصة أن البرلمان ومجلس الدولة تعودا في الفترة الماضية في المشهد السياسي الليبي على تبادل الرفض إذا قبل مجلس النواب رفض مجلس الدولة وإذا قبل مجلس الدولة رفض مجلس النواب وكأنهما اتفقا على أن لا يتفقا وهي سياسة تؤدي إلى حالة المراوحة لكن هذه المرة في ظل الظروف والمعطيات هناك ظروف جديدة هناك ضغط دولي جديد يعني لمسناها جدية قليلا خاصة في تأييد ما يذهب إليه بتيلي رغم رغم حقيقة أن خارطة الطريقة التي يتحدث عن السيد بتيلي لازالت غامضة حتى هذه اللحظة ليست واضحة المعالم ليتكالب الجميع على تأييدها خاصة الدول الكبار إلا إذا كانت هذه الخطة أو هذه الخارطة مكشوفة لديهم ومخفية للأطراف السياسية الليبية يعني لماذا هذا الإطراء الكثير على خارط الطريق لازالت حتى اللحظة غير مكتملة لكي نجمع جميعا بأننا وراء بتيلي والمجتمع الدولي وراء بتيلي والكل يريد تطبيق خارط الطريق بتيلي بأي السؤال ما هي هذه الخارطة بالكامل هل أحد لديه هذا السؤال الإجابة لا أعتقد أن أحدا من الذين الآن يتحدثون ليحملون هذه الإجابة سيد شوبار لماذا برأيك لم يكشف بتيلي عن أوراقه عن خطته عن الخارطة التي يريد أن يتخذها لحل الأزمة في ليبيا والوصول إلى انتخابات الخارطة التي يتحدث عنها سيد بتيلي يتحدث بأن العملية الانتخابية والخارطة الانتخابية هي ملكية تامة للليبيين حتى اللجنة رفاعة للمستوى تحدث بأن تشكيل هذه اللجنة سيتم بخيارات عن الأطراف السياسية والاجتماعية أيضا الموجودة اليوم في ليبيا إذن معنى ذلك مسألة تشكيل هذه الحكومة أو تشكيل هذه اللجنة الرفاعة للمستوى ستكون خيارات من قبل المؤسسات الموجودة اليوم في ليبيا سواء كانت مؤسسات أو أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدني أو أعيان أو حتى الشخصيات العامة ستكون خيارات ليبيا بمئة بالمئة أيضا الخارطة السياسية سيقوم ببلورتها ووضعها في صيغتها النهية من قبل هذه اللجنة الرفاعة للمستوى مهمة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة هو الدعم وتيسير اجتماعات هذه اللجنة معنى ذلك وهذا ما يوضحه السيد باتيلي بشكل كامل أن هذه الخارطة الانتخابية هي خارطة بملكية ليبيا 100% وخيارات الأشخاص ولن يكون هناك أي خيارات بالنسبة لبعتة الأمم المتحدة في مسألة تشكيل هذه اللجنة وهذا أعتقد أنه كان واضح بشكل كبير جدا الأمور الأخرى التي تتعلق بالمصالح الوطنية حث المبادرة المشتركة بين المجلس الرئاسي وأيضا الاتحاد الإفريقي على مسألة المضي قدما في هذه المصالحة الوطنية وأشاد بمسألة وضع حجر الأساس لهذا المشروع بل أنه قال ربما سأحث المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية للانخراط في هذا المشروع وهذه أعتقد أنها مساحة جيدة لمسألة خلق جو مناسب للذهاب إلى صندوق الاقتراع من جديد في هذه النقطة سوف أعود إليك سيد شبار يعني لم تنحل شروط الترشح لغاية الآن يعني حتى في التعديل الثالث عشر القانون الانتخابات لم يتم تطرق أو لم يتم حل مسألة الشروط الترشح سوف أعود إليك في هذه النقطة لكن أعود مرة أخرى إلى السيد العبيدي بطيلي عقد لقاءات مع ممثلية الأحزاب والمجتمع المدني بالتالي كيف يعول على هذه الأحزاب في رسم مسار يؤدي إلى الانتخابات نعم دعيني فقط أعقب على ما ذكرت بأن بطيلي لم يطرح خارطة الطريق بشكل واضح هذا يؤكده أيضا هذا ما ذكر الآن هو فقط عنوين عريضة ونحن نعرف أن الشيطان يكمن في التفاصيل ليس هناك تفاصيل لخارطة الطريق بطيلي فهذه حقيقة يعني لو سألنا أنفسنا هذه اللجنة العليا أو سميها ما شئت من الأسماء لجنة التسعين أو اللجنة العليا من سيختارها؟ وهل هي ستكون نسخة أو استنصاخ لما يعرف باللوياجيركا الأفغانية حيث تتكون من الأعيان والأكاديميين وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني هذه هي اللوياجيركا الأفغانية هل هو استنصاخ لذلك؟ إذن الأسئلة كثيرة في هذا الخضم يعني التفاصيل هي المشكلة ليست هناك تفاصيل أو دقيقة واضحة حتى كما ذكرت بأن هناك نقاط لم تحل بعد على رأسها المعايير الترشح الرئاسية وهي المشكلة الأساسية والعقدة في هذا الموضوع أيضا عودا على موضوع الخارطة الطريقة التي طاح السيد باتيلي نحن نسنا ضد أن تكون هناك خارطة الطريق ولكن الحديث ودون معرفة التفاصيل سيكون هناك إشكالية في قبولها أو في الدفاع عنها نحن لا نعلم ما هي هذه التفاصيل تارة هذه الخارطة ستشتاز جميع الأسام السيادية كما وصفها السيد باتيلي بأنها تحتاج إلى إعادة شرعيتها أو إعادة تجديد شرعيتها تماما كما وصفها السيد باتيلي طالما هو يصف هذه الأسام بأنها تحفي حاجة إلى إعادة تجديد شرعيتها هذا يعني بأنه لا يعترف بشرعيتها الآن ثم يعود ويعطيها فرصة كمجلس النواب ومجلس الدولة للجلوس وإيجاد نقاط تفاهم أو لإطناق توافق هناك تناقض الآن بين الخطابين بين الإحاطة في مجلس الأمن وبين خطابه في طرابلس يعني لو قرأنا المشهدين لوجدنا هناك اختلافا كبيرا هذا هو سؤالي هذا هو موطن الحوار طيب ماذا لو تعثرت هذه الجهود واستمرت الخلافات بين الأطراف الليبية سيد شوبار يعني هذه الانتخابات هي مصير هذه الانتخابات معلق بمن باتفاق مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة أم هو مرهون باتفاق دولي على الحل في ليبيا أم ماذا هذا المقترح أو المجتمع الدولي أعطى فرصة للجنة 6 زائد 6 أو مجلسي النواب والدولة لصياغة قوانين انتخابية براحة زمنة ينتهي في منتصف يونيو واللجنة البعتة الأمم المتحدة ماضية في تشكيل اللجنة لجنة الرفيعة المستوى التي ستعمل على مسألة صياغة قاعدة دستورية وأيضا قوانين انتخابية وهذه اللجنة الرفيعة المستوى تضم شخصيات من مجلس الدولة مجموعة صغيرة من مجلس الدولة ومجلس النواب والباقين سيكونوا من الأحزاب والمجتمع المدني والأعيان وأيضا بعض الشخصيات العامة وحتى بعض الشخصيات الأمنية وبالتالي هذه اللجنة ستحوي كل أطياف المجتمع الليبي وهذه اللجنة لها اختصاصين فقط الاختصاص الأول يتعلق بوضع خارطة للانتخابات وبراح زمني لها والنقطة الثانية هي صياغة مدونة للسلوك مدونة للسلوك يوقع عليها كل المترشحين لمسألتين المسألة الأولى هي مسألة القبول بالعملية الانتخابية والمسألة الثانية هو القبول بنتائج هذه الانتخابات وبالتالي بهذه الصيغة تصبح بالفعل العملية الانتخابية ونتائجها ملكية ليبية 100% وهذا الحقيقة ما طالب به الكثيرين سواء كان من خلال طلبات قدمت لبعثة الأمم المتحدة أو حتى من خلال المطالبات التي طالب بها الشعب الليبي في مسألة اسقاط كل هذه الأجسام السياسية والدخول إلى عملية انتخابية تعبر عن إرادتهم الحرة من خلال انتخابات نزيهة هذه الانتخابات النزيهة وكما ذكرت آنفا محتاجة إلى حلحلة قضايا أساسية هو أن تكون هناك قيادة موحدة لكل ليبيا والنقطة الثانية هي مسألة فرض الحالة الأمنية من أجل خلق جو مناسب للمترشهين حتى بالفعل يستطيعون أن يتنقلوا خلال حملتهم الانتخابية الانتخابات تتطلب الموافقة أو الاتفاق على شروط الترشح ولغاية الآن لم يتم الموافقة على ذلك أو الاتفاق على ذلك من سيحسم هذا الموضوع؟ هل السلطة التشريعية الممثلة في مجلس اللواب والمجلس الأعلى للدولة أم سيعود ذلك أيضا للنجنة التي وظفتها الأمم المتحدة؟ هذا اختصاص طبعا كما ذكر السيد باتيلي هو اختصاص أصيل للجنة الرفيعة المستوى التي هي خليط كما ذكرت من كل الشخصيات أعتقد أنه إذا تم الوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة كما ذكر السيد باتيلي فهذا بالتأكيد سيكون نجاح ومحل إعادة ثقة بالنسبة لأمام الليبيين وأيضا أمام المجتمع الدولي ولكن لا أعتقد أن هناك نواية للذهاب للانتخابات خصوصا من جسمي النواب أو مجلسي النواب والدولة وهذا ما دعا إلى مسألة تشكيل أو الدعوة إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى حتى بالفعل يستم الاتفاق على شروط الترشح لرئاسة الدولة شكرا جزيلا لك السيد محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية كنت معنا من تونس وأشكر أيضا السيد جبريل العبيدي الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك سيدي كنت معنا من مرغازي حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل برلمان تونس الجديد بين الجدل السياسي حول شرعيته ودوره المرتقب اشتركوا في القناة